حلول مختلفة نهجتها شركات الطيران الخليجية تخفيفا من وقع قرار الحضر الأمريكي بمنع استحاب الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات القادمة من عدة دول إلى أراضيها طيران الإمارات والاتحاد وللتغلب على القرار عمل على إعارة أجهزة كومبيوتر لوحية لمسافر الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال إلى جانب توفير خدمات الانترنت اللاسلكي غير المحدود كما ستوفر الخطوط القطرية للمتجهين إلى أمريكا أجهزة الكمبيوتر المحمولة مجانا بدءا من الأسبوع المقبل واستغلت الخطوط السعودية القرار بالترويج للخدمات الترفيهية التي تقدمها شاشاتها الإلكترونية إضافة إلى إتاحة تشغيل ملفات المسافر الخاصة على شاشة المقعد أما تركيا فسمحت لركابها باستخدام الأجهزة حتى بوابت الصعود إلى الطائرة مع ضمان النقل الآمن في حاوية الشحن ليتم إعادتها عند الوصول ولطالما اتهمت شركات الطيران الأمريكية الخطوط الجوية الخليجية بحصولها على دعم غير عادل من حكومتها وهو ما نفته مرارا شركات الطيران الخليجية زينب خرفاتي العربية